الحقيقة الأهلي سيظل هو الكبير وسيد القرى الصمراء مش بالكلام ولا بالخناءات ولا بأي حاجة ولكن وفقا للنتائج والتاريخ والبطولات مش هقدر وخلي بالحضرتك أنا عايزك تبقى واعي جدا لكل حاجة بتحصل هنا حتى في الدوري المصري خلي بالك دايما الفريق اللي دايما بيكسب كل حاجة والفريق اللي دايما بياخد كل حاجة بتلاقي الكل عايزه يتغلب بأي طريقة دي طبيعة جوه أي إنسان طبيعة جوه أي شخص إنه هو لما يلاقي حد دايما ناجح أو مؤسسة ناجحة فعايز يغبط فيها عشان يبين إنه هو ناجح مهما تغبط ومهما تعمل ومهما تتخانق ومهما يحصل أي حاجة المؤسسة دي هتظل دائما ناجحة مش بالكلام ولا بالخناء ولكن بالبطولات وبالإنجازات وبالأرقام فالنادي الأهلي على المستوى المحلي والأفريقي هو الأول في كل شيء حقيقة ولا أحد يستطيع أن يغفلها أو ينكرها أو يقلل منها مهما تقول بيحاول البعض إن هو يقلل أو يغفل هذا الأمر أو يقول إن النادي الأهلي أي حاجة اللي عايز يقول حاجة يقولها ولكن هذه هي ليست الحقيقة الحقيقة الواضحة أمام كل جمهور النادي الأهلي أو أمام العالم كله أن النادي الأهلي هو الأفضل في إفريقيا الأفضل في مصر الأفضل مش بالكلام مش بكلام إسلام ولا بكلام جمهوره ولكن بالأرقام وبالنتائج وبكل شيء عشان كده أنا هعلق بسرعة جدا على خسارة النادي الأهلي أمام الهلال السوداني في المباراة التي جمعت ما بين الفريقين في أم دورمان بالأمس هذه المباراة كانت هي في مستهل مشوار النادي الأهلي في دور المجموعات لبطول الدوري أبطال إفريقيا خسارة مباراة ليس معناها أن نحن نهد المعبد فاضل خمس مباراة أنا كلعيب أو أنا كمدير فني في ذلك الوقت ههعمل إيه أنا صعبت المأمورية على نفسي وكل سنة أنا بقول الكلام ده تقريبا يعني لأنه هذه هي الحقيقة لما كنت بلعب كنت بشوف كده أن أنا لما بتغلب أول ماتش سواء جوه أرضي أو بره أرضي فبالتالي أنا كلعيب أو كجهاز فني أو كأدارة حطيت على نفسي ضغوط للخمس مباراة اللي جاية لكن لو أنا كسبت الخمس مباراة القادمة حصعد لو أنا كسبت أربع مباراة وتغلبت مباراة حصعد كأول مجموعة أو كتاني مجموعة وكمل مسيرتي في هذه البطولة القرية اللي الكل ينتظرها مباراة خلصت انتهت إيجابياتها وسلبياتها اتكلموا الناس عليها كتير جدا من انبارح للنهاردة الأخطاء الواضحة الأخطاء الواضحة أمام الجميع ميستر كولر حيعمل على تصحيحها خلال الأيام اللي جاي وده يمكن اللي قاله المدير الفني السويسري بعد مباراة خلال المؤتمر الصحفي أن هناك أخطاء سيتم العمل على تصحيحها وما تقلقوش يا جماعة مش كلام إسلام برضو ولكن ما تقلقوش الخسارة أمام الهلال السوداني خسارة احنا كنا وحشين في الشوت التاني فبالتالي نستحق الخسارة وبالمناسبة اللعبة كلها عارفة هذا الكلام وتصريحات كولر بتدل على أن الخسارة دي قد تكون نقطة انطلاقة قوية في دور المجموعات أنا يهمني كأهلي إيه؟ كنادي أهلي إن أنا أصعد للدور التاني وأنا هقتبس كلمة قالها كابتن عصام الشوالي معلق المباراة قالك الأهلي في دور المجموعات حمادة هو ما قالش حمادة أنا اللي بقولها من عندي دي دايما كده الأهلي في دور المجموعات حمادة وفي دور التمالي حمادة تاني خالص بمعنى إيه؟ بمعنى أن النادي الأهلي من الفرق اللي تستطيع الحمد لله والشكر لله وكرم من عند ربنا وخلي بالحضراتكم أنا عندي ثقة كبيرة جدا 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 في مجموعة اللاعبين وفي الجهاز الفني نحن إن شاء الله حنصعد أتمنى إن الفيديو دي يبقى موجود لما بعد المباراة الخامسة إن شاء الله ربنا حيكرمنا لأنه الفارق كبير جدا بأن أنت تصعد أو تكون من الفرق السعدة والفارق من أنت عمرك ما سعدت بقى لك كتير أو ما سعدتش